دعا مدير إحصائي النجف حسام الدين أحمد المواطنين إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين المشاركين في التعداد السكاني العام لضمان الحصول على نتائج دقيقة باشرنا من يوم أمس 16 دعش بعملية التعداد العام للسكان والتي تستمر لغاية 21 دعش هذه المرحلة الأولى حاليا عدنا بالميدان بعدما أكملنا الدورات التدريبية لمدة أسبوعين حاليا عدنا 4267 عداد بالإضافة إلى 1152 بين مدير محلة وقرية ومعاونيهم حاليا بالميدان المالي رح يصير على جهاز التابلت الكتروني بالمناسبة التعداد كلها الكتروني رح يزورون الأسر يأخذون بيانات الأسرة فقط حاليا في هذه الفترة هاي الستة يام رح ناخذ اسم الشخص وبطاقته وعلاقته برئيس الأسرة كأفراد ذكر وأناث المرحلة الثانية رح تبدأ من يوم 20 دعش وهي مرحلة خصائص الفرد يعني رح نملي حالة التعليمية حالة الاجتماعية حالة الصحية حالة العمل هاي المرحلة الثانية رح تستمر لغاية 10-12 أطلب يعني من خلال حضراتكم أريد التعاون للأسر وهي الباحثين يعني يدق الباب فتحوا للباب استقبلوا حشاية طيبة حلوة وهو ما يريد منكم شي وأنا أريد أقلهم أنتو هذا التخوف من التعداد ما عندنا هيد شي اتخافون تقاطع بيانات هاي كلها لكم المصلحتكم لأن هذا التعداد رح يخدم أولا النجف رح يخدم أولا بالحالة الصحية يعني أنا أريد أشوف يشقد أحتاج أغطي عندي عدد على مود أغطي مراكز صحية مستشفيات أطباء هاي كلها رح أحسبها حساب أحسب بحالة التعليم إيش قد عندي طلاب الطلاب وين رح يصير تركيزهم وشوان رح أغطيهم مدارس أحتاج معلمين إيش قدل هاي المدارس هم رح تفيد بالتعيينات بعد لأن اعتياد رح يصير عندنا هواي أضافة مدارس فريد لها كادر بعد عندنا حالة العمل رح نشوف حالة الوضع الاقتصادي للمواطن النجفي يعني أنا رح أسئلة أنت تعمل أو ما تعمل وليش ما تعمل ما حصلت عمل أو الجور قليلة هاي كلها رح تفيدنا رح نقاطع البيانات ونشوف مثلا عندنا شباب هواي بفترة العمل بس هما ما عندهم عمل